موسيقى 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 بحب الموتسكليات من زمان يعني بابايا شغال في الموتسكليات بقل فترة كان جايب لي بيتشوباجي سكولة صغيرة كان أول حاجة سوقها في الموتسكليات عمال فكبنت بقى بتسوق بيتشوباجي في المانيال فكتلامة ورغة أصحابها كلهم خلاني تعلمتها سوق الموتسكليات مثلا من سن 15 15 أو 14 سنة جاب لي سكوتر صغير كده وخلاني تعلمت عليه الموضوع التطور معايا أنا بيت بنزل معا المحلة اللي بقى فاساعده عجبني الموضوع الشغل الكاتجري جميل عجبني فابتدى بقى يخليني بروفيشنال أكتر في الميكانيكا لازم تفهم انت سايقة إيه لازم تعرفي إيه الكواليت وإيه الحاجة اللي انت سايقة حلوة ولا وحشة إيه الحاجة اللي يفعل تستخدميها عدة أجهزة أفك بيها أربط ده موضوع من سواء أو وحب الموتسيكلات لمهنة وابتدت بقى مؤخرة أنا بتيجى ضرب بلات الموضوع بابتدى ينتشر كتير قوي في مصر الموضوع دلوقتي يبقى عادي إنك لايب أنت ماشية بسكوتر فده عادي الموضوع بقى متقبل إلى حد ما مع الناس لقينها بتنباهر من الشكل أنا عشان هنا في المانيات بقى لي كتير يعني أنا ساكنة وشعوري لي هنا فالموضوع كان ممكن أقول لحداك من سنة الموضوع بيبقى الناس بتلفت الفرج عليك كلهم اللي يعرفوك اللي ما عرفقش موضوع بالنسبة لهم بولفت لأ دلوقتي عادي يا معروف ان ماشي بالموتسيكل بتجيب حاجات عادي بيبصوا الله الموضوع جميل ومحاطي إنه وصل لمرحلة معينة يبقى عندي حاجة زي شورو الموتسيكلات متوفر فيك كل حاجة لأي بايكاوي كبنت أو ولد دي ألاء شوفوا معنا شايمة اسمي شايمة هي شان فؤاد عندي 24 سنة تكن في الجيزة الاسكوتر مش مجرد جزء ترفيه في حياتي لا بالعكس أنا جايباي كمان عشان اروح بيه شغلي اروح بيه النادي اعمل مشاويري بيه بدل مركب مواصلات واقف استنى العربيات تحمل والموقف والزحمة كلام ده كله لا بالعكس أنا الاسكوتر بتاعي بدوره واطلع بيه اروح بيه اي مشوار أنا حب اروحه وموفر علي كتير وموفر علي وقت لم تعد ظاهرة ركوب الدراجة النارية في مصر حكرا على الذكور فرغم القيود الاجتماعية الصارمة التي لا تعترف بالنساء في كثير من المواقع استطاعت شايمة ان تخترق هذه القيود لتلبية احتياجاتها العملية ورغبتها الترفيهية المجتمع احنا عايشين فيه مجتمع شرق شوية كل كلامهم ايه 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 البنت دي ازاي سايق اسكوتر فيه ناس بتشجعني كتير سواء ستات او رجالة وفيه ناس بينتقدوك ايه مش لطيف شكلها وحش مش عارف ايه يحاولوا يوقعوك وانت ماشية ناس ممكن ما اسمعها العربية يحاولوا يزقوك يكوني نفسك ما تكونيش حاجة تانية اعملي اللي انت بتحبيه مش مجرد ان انت في مجتمع شرقي خلاص هتمشي على دماغهم لا اكسري كل القواعد اللي في المجتمع الشرقي اللي احنا عايشين فيه شيماء خير مثال ونموذج للفتيات اللواتي استهوينا واحترفنا قيادة الدراجة النارية واخذت على عاتقها تغيير الصورة النمطية لهذه الظاهرة بعد ان اختصرت على الذكور فهل سيقبل المجتمع الشرقي هذه الظاهرة وصم نوارا ام بسين سر